مرحبا شباب اليوم سنتكلم عن 7 مميزات جدا مفيدة في نظام iOS وغير متوفرة على نظام الاندرويد طبعا الايفون معروف بتفوقه على الاندرويد على مستوى الحماية والكفاءة لكن هناك مميزات بسيطة وجد مفيدة لا يعرف بقيمتها مستخدمي الاندرويد بدون ان نطلب الكلام سأترككم مع الشركة الداعمة لهذا الفيديو ونمر للتعرف على هذه المميزات تطبيق ظل هو تطبيق دردشة وتعارف جديد حصل على كثير تفاعل في الاشهر الاخيرة نظرا لمميزاته الجميل فيه هو انه لا يطلب منك لا رقم هاتفك ولا ايميلك يمكنك الاتصال عليه بخاصية حساب ابل وتبقى كل معلوماتك بامان التطبيق خاص بالعرب يمكنك الدخول عليه والدردشة مع اشخاص عرب والتعرف عليهم فيه كثير مميزات كالفلترة بالبحث يعني تبحث عن الناس باختيار المنطقة والجنس والسن وتدخل على حساباتهم لتتعرف عليهم وتدردش معهم وتتعرف عليهم بكل بساطة التطبيق متوفر للآيفون والاندرويد سأترك لكم رابطه في اول سطر تحت الفيديو في صندوق الوصف اول خاصية جدا مفيدة متوفرة في الآيفون ويفتقدها مستخدمي الاندرويد وهي خاصية offload apps طبعا جميعنا عندنا العشرات من التطبيقات على اجهزتنا نستخدم تقريبا عشر في المئة بشكل يومي وتسعون في المئة منها لا نستخدمها إلا نادرا إن لم أقول أبدا لكن لا نرغب في حدفها هذه الميزة متوفرة لو نذهب للإعدادات ثم ندخل على app store وننزل للأسفل خاصية offload apps لو تقوم بتفعيلها ستقوم بحذف جميع التطبيقات التي لم تستخدمها منذ مدة لكن ستحتفظ بكل المعلومات الخاصة بتلك التطبيقات في جهازك حذف هذه التطبيقات سيساعد في توفير مساحة إضافية في الجهاز وفي نفس الوقت فأنت لم تفقد تلك التطبيقات بشكل نهائي لأنه يمكنك إعادة تحميلها وبشكل تلقائي سترجع عليها كل معلوماتك وملفاتك على تلك البرامج كأنك لم تحذفها أبدا الخاصية الثانية اسمها live lesson أو الاستماع المباشر يمكنك إضافتها في لوحة التحكم وما تقوم بهذه الخاصية هو أنها تمكنك من الاستماع لما يجري في غرفة أخرى غير التي تتواجد بها مثلا يمكنك أن تكون مع الأصدقاء أو العائلة يمكنك تفعيل الخاصية وترك آيفونك بجانبهم والمخادرة إلى غرفة أخرى والاستماع للحديث الذي يجري أثناء عدم تواجدك ويمكنك أن تكتشف حقيقة أصدقائك وما يقولونه في غيابك أحد أقوى المميزات في نظام الآيفون هو أنه يخبرك بعمر بطاريتك بالضبط يمكنك أن تعرف عمر بطاريتك لتعرف الوقت المناسب لتغييرها وأيضا لو تحب تشتري آيفون مستخدم فلن تحتاج للقيام بأي تجارب لمعرفة مدى جودة البطارية فقد تدخل للإعدادات وتعرف جودتها بالضبط وإن كانت بطارية غير أصلية فلن تجد أي رقم مكان عمر البطارية وستكون على علم تماما بما ستدفع المال من أجله قبل ما نمر للميزة الرابعة إذا مستمتع بالفيديو إلى حدود الآن لا تبخل علينا بلايك لدعم المجهود الميزة الرابعة خاصية بسيطة لكنها جد مفيدة ويفتقدها مستخدمي الإندرويد في أجهزتهم وهي ضغطة واحدة للعودة لأعلى الصفحة داخل أي تطبيق تكون داخل موقع ما أو تطبيق تتجول وتواصل النزول الأسفل تنزل 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 ولما تريد العودة لأعلى الصفحة عود ما تسعد بنفس طريقة النزول بشكل متعب كل ما عليك فعله هو أن تضغط ضغط واحدة أعلى الشاشة وها أنت في أعلى الصفحة بكل بساطة الميزة الموالية وهي shake to undo لما تكون تكتب رسالة في الآيفون وتضغط إرسال وتتذكر شيء مهم لم تذكره في الرسالة أو خطأ لم تنتبه له وتريد تسحعه فعوض أن تتحصر لأن الرسالة تم إرسالها يمكنك فقط أن تقوم بتحريك آيفونك أو هزه لكي يتم إلغاء إرسال الرسالة هذه الخاصية تعمل في أي مكان في نظام الآيفون من أجل إلغاء آخر عملية قمت بها الخاصية الموالية أيضا بسيطة لكنها جد مفيدة سواء عندك آيفون أو إندرويد فالجميع يقوم بجمع برامج مهمة أو من نفس النوع داخل ملف واحد في الآيفون الطريقة سهلة وجد سالسة يمكنك أن تضغط ضغط مطولة على تطبيق ما وتختار معه جميع التطبيقات المراد وضعها في ملف واحد وتنظيمها بطريقة جدا مميزة وسهلة عكس الإندرويد فأنت تحتاج جر كل تطبيق على حدى بطريقة مزعجة وجد بطيئة الميزة السابعة وهي فتح الجهاز بخاصية الفيس آي دي وأن تلابس الكمامة طبعا في زمننا هذا زمن الجائحة والوباء ربنا يحمينا ويحميكم ويرفعه عنا في أقرب وقت كل من عنده جهاز يفتح بالفيس آي دي يعرف المعاناة التي تواجهها لما تريد أن تفتح قفل جهازك وأن تلابس الكمامة خصوصا لما تكون في مكان خاص وممنوع نزع الكمامة فالأمر جدا مزعج لكن لو عندك آيفون فيمكنك فتح القفل بالفيس آي دي بدون نزع الكمامة هناك طريقتين الطريقة الأولى رسمية من أبل ولازم تتوفر على ساعة أبل والتانية عبارة عن خدعة كنت قد شاركتها معكم منذ مدة تمكنك من فتح القفل وأن تلابس الكمامة بدون ساعة أبل وهذه الخصائص يفتقدها مستخدمي الآيفون أعلم أن هناك العديد من المميزات التي لم أذكرها في هذا الفيديو التي يتمتع بها مستخدمي الآيفون ويفتقدها مستخدمي الإندرويد أخبرني في التعاليق إذا تعرف أي واحدة لم أذكرها وأيضا أخبروني إذا تحبون أعمل فيديو عن مميزات في الإندرويد ويفتقدها مستخدمي الآيفون لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك لتصلك شروحات ومواضيع الآيفون أول بأول نلتقي غدا في في فيديو جديد سلام موسيقى